تغول الفساد في العراق حتى صار أكبر مما توقعه العراقيون يوما فقد حلت سياسة الانفلات المالي وتشضي الاقتصاد عبر وسائل شتى موازنات لا تقر وإذا أقرت فدون حسابات ختامية ومنافذ حدودية مشرعة للفساد وثروات هائلة لكن أثرها صفري على واقع العراقيين بسبب عمليات النهب والفساد الممنهجة يمتلك العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة لكن تقريرا لموقع أويل برايس قال إن هناك عددا من العوامل تحول دون تنفيذ استراتيجياته للتنقيب عن النفط وإنتاجه بما في ذلك قضايا الفساد وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمن ونقص الموارد ويمثل احتياطي النفط العراقي نحو 18% من اجمالي احتياطات الشرق الأوسط فهو خامس اكبر احتياطي في العالم ومع ذلك ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن موارد النفط القابلة للاستخراج في نهاية المطاف تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين وعلى الرغم من ان استخراج الخام العراقي هو الاقل تكلفة على مستوى العالم حيث تتراوح ما بين دولار الى دولارين للبرميل الواحد الا ان معدلات الانتاج الحالية اقل بكثير من الخطط والتوقعات الدولية التي كانت تشير الى ان العراق سيصل الى 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ويقول موقع اويل برايز ان الاساس الذي يستند اليه العراق لتحقيق هذه الزيادات الهائلة موجود لكن ثقافة الفساد لا سيما في قطاع النفط والفشل في بناء المشاريع كان السبب في تراجع معدلات الانتاج حيث يظهر العراق عادة ضمن قائمة اسوأ عشرة بلدان من اصل 180 بلدا في حجم الفساد ويضيف الموقع ان الاختلاس الواسع النطاق وعمليات الاحتيال في المشتريات وغسل الاموال وتهريب النفط والرشوة الواسعة النطاق قادت البلاد الى اسفل تصنيفات الفساد الدولية وغذت العنف السياسي واعاقت بناء الدولة الفعال وتقديم الخدمات